مشاهدين ونتابع في مال وأعمال الليلة ملف التشييد والبناء وكيف أثرت ارتفاعات الأسعار عالميا على القطاع في النصر أرحب مجددا بضيفي في الستوديو المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أهلا وسهلا مهندس محمد وطبعا حضرتك أشرت إلى أرقام مهمة جدا فيما يتعلق بارتفاعات أسعار المواد الخام عالميا في الفترة السابقة كيف يمكن أن يؤثر ذلك على القطاع العقاري في مصر؟ أولا هو أثر خلاص هو مش أثر هو أثر خلاص استمراره استمراره أولا حضرتك عايزين نقول أننا ما تعملناش مع أصبت كورونا زي ما بيقيت العمل تعمل بس إحنا جزء من العالم إحنا ما نقدرش ننفصل الدول تعاملت إزاي؟ يعني مثلا حضرتك دايما بنسمع للمواطن العادي أزمة سلاسل التوريد وطبعا الناس الاقتصادين بتطلع تضخهمها لناس يعني إيه سلاسل التوريد؟ يعني حضرتك إحنا الناس دي عادة سنتين ما بتشتغلش الصين توقفت مصانع أمريكا توقفت أوروبا توقفت ما بقاش فيه إنتاج الإنتاج قال في ملابس في عربيات في كل في الشبات في كل العاجات فما ابتدى يحصل طلب بعد التعافي بعد ما ابتدين نشوف الناس خذت الفكسيم والناس تعالجت على وسط العالم ابتدى يبقى فيه الطلب عالي الطلب ده عشان تحققه لازم بياخد وقت على ما يطلع طيب إحنا من المفروض السلاسل دي لما وقفت كيف تعاملت الدول دي مع الأزمة؟ هنيجي نقول مثل أمريكا اللي هي واضحة قدامنا لو نفتكر ترامبا حضرتك أول حزمة عملها كانت اثنين وثلاثة من عشرة تريليون دولار للشعب الأمريكي يعني عادهم في بيوتهم ودهم معونات تاني حزمة كانت تسعمائة مليار دولار تالت حزمة كان عاملها بايدن ودي كانت بواحد وثلاثة من عشرة تريليون دولار تقريباً اثنين تريليون الأرقام دي إيه حضرتك؟ هل الأرقام دي ناتج داخل قومي؟ هم أنشأوا فلوس من العدم يعني الفلوس دي مكادش موجودة اللي هو بنشير إليه أو المعروف في عالم الاقتصاد إنه سياسات التيسير الكامي وقدت طبعاً لتدخل الفلوس دي حضرتك ليست يعني تم إنشأها بدون مقابل لها في دول كتير أوروبا عملت كده الصين عملت كده المشاكل دي الناس فجت بعد أزم الكورونا إنها معها فلوس كتير بيحكم كل الناس عايزة تشير عربيات خلاص ببقاش في عربيات السلعة موجودة عكس المفروض السلعة بتزيد والفلوس موجودة هتفضل ترفع إمتى بل الكلام دي أخلص؟ لما نيجي نلاقي إن أمريكي البنك الاحتياط الأمريكي تدخل من حوالي خمس تيام أو ست تيام مجتمع أول اجتماع كان هو بيحط مية وعشرين مليار دولار كل شهر معونات للشعب الأمريكي الشهر ده خفضهم لمية وخمسة ده دليل عليه إنه بياخد اتجاه هبوط صحيح إحنا مش عايزين يصبنا الهلع وبقينا الناس اللي المغاطنين كلها ما بقاش وغيرنا كلام غير إن الاقتصاد العالمي إحنا شعب بعيد 2008 العالم كله كان في حتة وإحنا كنا في حتة تانية وعدنا أزمات كتير وعدنا تعويم وعدنا مشاجل كتير من المفروض إن إحنا كدولة أقوى من كده بكتير هنعدي الأزمة إن شاء الله في حلول لازم تحط الأزمة الحلول اللي ممكن يعني تتخذ في مثل هذا الموقف لأننا صحيح كنا بعيدين عن أزمات عالمية كارثية لكن في مواد بالفعل نعتمد عليها في صناعات كثيرة وأسعارها غليت إزاي نقدر نتصرف في الموقف ده أولا حضرتك إحنا لا يمكن أن يستمر هذا الصعود إلى ما لنهاية ما فيش سلعة تفضل تستمر إلى ما لنهاية أكيد في وقت الوقت ده 13 14 15 أنت بتتعامل كدولة مع الموقف ده مشاريع الدولة ما هي نعيد صياغة مشارعنا إيه أهم حاجة ماذا تعني بإعداد صياغة المشارع؟ يعني حضرتك مثلا أنا بطرح مدارس المدارس دي أنا عندي افتتاح لها هتدخل مدارس عندي فوق التسعة لو أنا استلمتها عددك في شهر أربعة هتفرق معاك كدولة في حاجة؟ مش تفرق في حاجة سلبتها في شهر ستة؟ مش تفرق معاك في حاجة اشترفتها في شهر سبعة هل هأفرشها وشغالها في تسعة يبقى أنا عندي مدة بينية لبعض المشاريع يعاطس يغطها أدي مدد للمقاولين يعني حضرتك بتتكلم أنه في الحالة دي أتصور تقصد نأجلها ولا نبطرها؟ لا ندي مدد مفيش حاجة تأجل يعني المشاريع القائمة مفيش حاجة سبعة تأجيل ولكن ممكن أدي مدة بمعنى إي تدي مدة؟ بمعنى حضرتك أن أنا مدة المقاولة أنا أتضغطها له مثل ستة شهر هيسلمك المدرسة في شهر واحد هتاخدها تعمل بيئة هتقفلها لحد شهر تسعة قمة الديل ومدة تلتة شهر يعني مهلة أطول يعني مشاريع انتقائية أول حاجة ناخدها المدة لأن كده كده لازم السوق العالمي هيحصل الانهيار وبعدين احنا بنقول الأزمة دلوقتي حضرتك في الارتفاعات طب ساعة الهبوط هتبقى أزمة أكبر لأن هيحصل إفلسات لشركات كبيرة كل الناس اللي بتشاول خمات كتير يعني المصانع اللي يجيب خمات أكتر بالاحتياجه والانهيار بيبقى أسرع يعني حضرتك لو أنا قلتلك الحديد النهاردة بيغلقوا بصوية جنيه هتروح تشتري ده فيه احتمال ان يغلقها تشتري لأول ماينزل ألف جنيه الناس هتحجم عن الاشترا فبيبقى الانهيار سريع وده حصل في 2008 فالناس بننصحهم ان ما حدش يخزف بضاعة بناخد على قد احتياجاتنا يعني انت بقاول شغال محتاج شغل حديد سقفين تيجيب حديد السقفين بالوقت هيبقى بعد كده بكام دي في علم عن ضربنا تاني حاجة ان احنا لكن اين هذا من التخطيط ما هو في نهاية الامر المطورين والمقاولين بيحبوا يبقى عندهم خطة ويديروا الموازنة اللي عندهم علشان ما يعوش في مشاكل احنا بنتكلم على ظروف استثنائية فبنتعامل على ان ده حدث استثنائي لا يمكن ان يستمر لانه لو يستمر حتى على مستوى العالم اعتقد انه اي سلعة هتخرج بره القدرة الشرقية لأي مواطن يعني حضرتك هو المواطن الاوروبا مرتبوا زاد المواطن الامريكي مرتبوا زاد ما هو مرتبوا والحاجات بتاعنا فاذا لازم هيو صنوع من الابوت امتى دي بقى اللي احنا جيد دي اللي محدش يدري تكلم فيها